احتفلت حراسة الأراضي المقدسة لفرانسيس كام بعيد مؤسسها القديس فرانسيس الأستيزي وشفيع المؤسسات التعليمية التابعة للرهبنية في العالم عامة وفي الأردن خاصة الذي يصادف في الرابع من شهر تشرين أول من كل عام وبهذه المناسبات رأس النائب البطرياركيو للاتين في الأردن المطران جمال خضر قداسا احتفاليا في كنيسة كلية تيرا سنطا بمشاركة عددا من الأساقفة وكهنة وشمامسة من الكنائس الشقيقة وحضور السفير البابوي جوفاني دالتوزو وجمع من الرهبان والرهبات من مختلف الجمعيات الرهبانية وممثلي الكشفات والجمعيات والمؤسسات الكنسية ومعلمي وطلبة الكلية وجموع غفيرة من المؤمنين ورفع المحتفلون الصلاة من أجل كلية وخدامها من الرهبان والعلمانيين وفي عدد القداس هنأ سيادته رهبان الفرانسيس كان بعيدهم السنوي كما تحدث عن شخصية القديس الأستيزي الذي قضى حياته زاهدا متخليا عن المال والحياة الدنيوية بهذا التخلي الداخلي أصبح قريب من السيد المسيح وخاصة المسيح المصلوب في الصلاة الخاصة ودائما كان يحب يصلي أمام الصليب يسجد أمام الصليب لأن المسيح المصلوب هو معلمهم عندما أصبح قريب من الله أصبح قريب من الناس أيضا وخاصة الأكثر حاجة أصبح قريب للطبيعة لخليقة الله أيضا أصبح قريب للكنيسة وأكثر محبة لها الكنيسة في زمن السيد المسيح ربما في كل زمن كان لدى القديس أسباب كثيرة حتى ينتقد فيها الكنيسة لكنه اختار أن يحب لا أن ينتقد في نظرة بشرية نظرتنا نحن البشر إلى العالم من حولنا من هذه النظرة تحولت نظرة القديس فرانسيس إلى نظرة الله للإنسان الآخر كيف ينظر الله للآخرين لا أن يحكم عليهم بل أن يحبهم الآخر هو أخ نحبهم وليس خصما أو عدوا لقاء القديس مع الملك الكامل سلطان مصر كان ولا يزال نموذج لهذه الأخوة الإنسانية كان بسهولة في ذلك الزمن مع الحروب الصليبية أن يرى في سلطان مصر عدوا ولكنه أراد أن يلتقي معهم يمكننا أن نستمر في الحديث عن فضائل هذا القديس العظيم ولكن أعتقد أن ما يجمع هذه الفضائل كلها حلقة الوصل التي تجمع كل فضائل القديس كانت طهارة القلب وفي الختام شكر الأبرشيد مستريح المطران خضر على ترأسه القداسة وكل من شارك في الاحتفال الكنسي حبيب على الصليب شكرا لكم